أتكلم بس على سوارش شوير كاردو سوارش من المديرين الفنيين اللي أكيد محتاج وقت في مداربين كده طرق لعبهم التحفيز الضغط العالي إنك فكرة إنك تستخلص الكرة بشكل سريع فكرة إنك تعتمد على الأجنحة بتاعتك كل ده محتاج تحفيز هو الراجل يعترف إنه مفيش وقت للتحفيز فعلا إنت بتتكلم بكرة الأهل يستشفى بعده تدريبة المباراة بعدها مباراة الأهل ماشي كده فما عندوش مساح فحرام جدا الحكم على سوارش حرام أو على أي مدرب بيعيش نفس الظروف ممكن يطلع على فكرة لو خد ظروف طبيعية يطلع مدرب مش جيد بس أنا ما قدرش أقول وهو في ظروف غير طبيعية إنه مدرب جيد أو مش جيد دي ظروف غير طبيعية دي ظروف صعبة تقدرش تلومه أنا بصراحة ألقى هلوم أي حد هلوم دايماً لعب النادي الأهل إنه ده بقى وقتك ورينا بقى شطرتك ورينا مهارتك زي من غير مكانات من غير مكانات طيب ترجمة نانسي قنقر